السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا بالقناة التعليمية باللغة العربية سنقدم لطلبة السنوية العامة كيفية دراسة مادة الفقح طبعا حتى هذا الفيديو بنفع لأي مادة شرعي وأي مادة حفظ وهي أسرع طريقة للإنجاز الوزاري أو أي امتحان عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا بالقناة التعليمية باللغة العربية سنقدم لكم في هذا الروبط او هذا الفيديو اسرع طريقة لانجاز طبعا يعني طبعا احنا كلامنا بنفع للفرع الشرعي لكافة المواد القرآن وايضا فقوة ايضا حديث يعني اي مادة مش شرط حتى عربي حتى عربي بنفع كلامنا للعربي يعني انت مثلا عليك امتحان فقه اسلامي وليك هدول الدروس من واحد للدرس من الدرس واحد الى الدرس نشوف انو درس للدرس عشرين عندكم عشرين درس مثلا طلبة الفرع الشارعي كل الاحترام لكم طبعا ولا تخصصكم طبعا تخصصكم كدير حلو يعني وعن جد يعني كتير طلبة ومتفوقين يعني تفوقوا بهذا الفرع واحنا منشجئكو انو تدخلو طبعا حبينا نحكي هاي الكلمة طبعا مسلا عليكم امتحان شارعي رح اعطيكو طريقتين لكيف تنجزوا الامتحان الشارعي طبعا احنا عنا اكم صفحة يعني خمسة وتسعين ماشي هلا مسلا فردا علينا خمسة وتسعين صفحة عندي خمسة وتسعين صفحة ماشية مسلا ببدأ هذا الدرس بقرؤه مرة مرتين قرؤه بدون ما اقدرني اتركز بمشي اموري ماشي باجي للدرس اللي بعدية باجي للدرس التاني بخلصه مسلا بقرأ الدرس الاول مرتين بقرأ الدرس التاني مرتين آآ بقرأ الدرس التالت مرتين انا هلا اخلصت الدرس الاول والتاني والتالت قرأتهم كل واحد مرتين بنتقل من آآ الدرس الرابع للسادس بعدين بنتقل من الدرس السابع للتاسع طبعا هدي اول طريقة احنا طريقة تقليدية فرضا في الصرف في الدرس التاسع اه عندي صفحة مسلا صعبة علي. جانا صفحة ستة وتلاتين فبكتب على دفتر خارجي انه صفحة ستة وتلاتين صعبة علي بروح بنطقي للدرس العاشر والحتاش والاتناش مسلا في صفحة مسلا تسعة وتربين صعبة علي بدي اكتب على الدفتر انه صفحة تسعة وتسعة وتربعين فقال مسلا ثلاثة صعبة علي فبكتب. هاي اول الطريقة 해� incidence يعني منعطيكو الطريقة التقليدية لا انا بعطيكو طريقة اسهل شوية. فرضا علي اه مسلا عندي في الفرع الشرعي عندي مسلا عشرين دارس مسلا هي الطريقة التانية فرضا انا بنائي من الدرس الاسهل للاصعب مسلا اه عادي انتو لو درستوا من الاصعب لاصعب بس احسن لكم من الاسهل لاصعب شرط انه لسهل ما تطولوش فيه مسلا انا عجبني الدرس التاسع مسلا خلصته درسته مسلا خلصت الدرس تلتاش خلصت الدرس عشرين خلصت الدرس مسلا اه مسلا خلصت الدرس عشرين مسلا عجبني الدرس اه تسعتاش خلصته مسلا اجيت عالدرس الستعاش كله سهل علي بس مسلا صفحة معينة صعبة فبكتب على دبتر خارجي انه صد كزا كزا يعني انه انا بدي اعود ارجع لها انا بكتب شو الاشي المتصعبة منه هدفتر تاني. بس بكتب باقي مسلا صفحة تلاتة عش مسلا مش صفحة تلاتة عش اي صفحة ما بعرف اديه. ايه مسلا عندي الدرس مسلا العاشر عشي خلصته. درس اربعة عشي خلصته. هلأ من روح ما نعد احنا عشان نيرتاح من روح ما نعد اكم درس خلصنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اه ستة خلصنا من اشرين درس اه ست درس شو ضايل علينا? ضايل علينا اربعتاشر درس. ضايل علينا اربعتاشر درس بروح برضو بنا الدرس السهل مسلا فرضا هيدا الدرس السهل بدرسه مسلا في صفحة معينة في اي معينة اي اشي متصعبة منها بعود بحط جنبها انه صفحة كذا انه هادي الاية الفقرة مسلا عن التالتة متصعبة منها او بقدر اكتبها مسلا رحت على الدرس خمستاش خلصته طبعا هدول كلهم خلصتهم هدول كلهم خلصتهم فانا خلصت كل هدول فرضا انا خلصت كل هدول خلصت كل هدول ماشي? هلأ كم درس بدل علي واحة تلاتة اربعة خمسة ستة او حتى هادا قلنا خلصنا هادا بنقول واحة تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ضيل علي عشر دروس من هدول العشر دروس ايضا ايه اسهل دروس فرضا انه الدرس الاول والتاني والتالت سهلات فرضا الدرس الاول والتاني الدرس الاول والتالت والخامس سهلات خلصتهم بحسبهم ضل علي الدرس السابع ضل علي الدرس الاحداش واحة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سأضيل علي سبع دروس فرضان انا رحت على الدرس السابع درسته بس في صفحة في صعبة فبكتب صفحة مسلا كزا انه الفقرة مسلا هي او كل الصفحة انها صعبة مسلا بكتب هون باقي علي مسلا صفحة عشان انا اعواد ارجع لها بقرأ كل واحد بقرأ مرتين كل واحد بقرأ مرتين بعدين مسلا بجي للدرس تنين اربعة ستة تمانية عشرة احداش انا بنقي اسهل درس فيهم بنقي اسهل درس فيهم بنقي اسهل درس فرضاني الدرس التامن خلصته بحزفه الدرس مسلا العشر خلصته بحزفه هلا شو ضل علي انا خلصت انا واحد تنين تلاتة اربعة خمسة خمسة ستة سابعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناش تلاتاش اربعة اخر خمسة ستاش خلاص ستا عشر درس من اشرين خلاص ستا عشر درس من عشرين كم ضايل علي ضايل علي الدرس احداش درس اتنين درس اربعة درس ستة طبعا هدف اراضي احنا فرضا ان الدرس احداش اتنين اربعة ستة صعبات علي مثلا. انا بقدر انه انا اه يعني فرضا كل هم صعبات. انا بروح بقرأ كل واحد مرتين 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 وبمشي اموري. وبعد ما اخلص كل قراءة للدروس بعاود برجع لكل الدروس برجع للاسئلة او برجع لكل دروس بعاود بركز عليهم وبوضع عنوان. ازا بدي ادرس على الاسئلة. هلأ رح احط الكل طبعا رح احط لكم اه ازا بتكون تحلوا على الاسئلة. اسئلة الكتاب فقط. تدرسوا منها. شو تعمل عشان ما تحصروش علامات. طبعا انتم فرضا بتكون تدرسوا على الاسئلة. اه لازم اه مثلا اه الدرس. لازم الاسئلة تكون شاملة كل الدرس. ازا مش شاملة لازم بتحطوا سؤال عليها. طبعا مسلا فقرة مثلا التانية مش موضوعة بالاسئلة بتكون تحطوا عليها سؤال طبعا تكتبوها جميل اسئلة. ولازم ما نحطش ندور على الاشيابة. لازم السؤال اللي نكتب مسلا جنبه صود مسلا انه مطلعينه من صفحة اه كزا فمش لازم انه قعد ندور ماشي. فرضا انا بالفقه مسلا اه متصعب من هاي الاية ولا تركنه. طبعا بكتب انها جنبها صفحة اربعة ولا تركنه. مسلا بقدر اكتب كل الاية. مسلا صفحة خمسة مسلا من كتاب الفقه مسلا انا متصعب من السؤال الرابع بكتب انه سين اربعة كيانه انا متصعب منها لاني بدي ارجع له. صوت ستة مسلا انا تعريف الهاي الصيفة مسلا الفقرة اتنين مسلا متصعبة منها فانا بدي اعود ارجع لها. ماشي. طريقة اخرى على دراسة الفقه مسلا بقدر ابدأ من صفحة واحد لعشرين. بقرأ مرتين. بعدين من واحد وعشرين لواحد واربعين مرتين. بعدين من اتنين واربعين لتنين وستين مرتين. بعدين من تلاتة وستين لاربعة وتسعين مرتين. بعدين بروح بركز من واحد لعشرين من واحد وعشرين لواحد واربعين من اتنين واربعين لتنين وستين من تلاتة وستين لاربعة وتسعين. طبعا مش ضرور تلتزمه بالترتيب بتقدروا تختاروا الدرس اللي بتكو اياه طبعا والصفحة اللي بتكو اياه او اي اشي بتكوية مثلا او حتى ازا بدكم تدرسوا بالاسئلة راح انزل لكم هتلكوا الرابط بالصندوق الوصف ازا بدكم تدرسوا على اسئلة عشان انتم تستفيدوا